الغشاشين أو الهكرز في الألعاب كلنا نكرههم كلنا نحب نشوفهم عبيت عاقبوا لأنهم بيخربوا علينا متعة اللعبة وأكبر دليل على هالشي كل فيديوهات التوب تين اللي سويتها بالقناة عن الغشاشين والهكرز جابت مشاهدات جدا عالية مثل ما شايفين قدامكم فبهالفيديو جايب لكم عشر شركات ألعاب عاقبوا الغشاشين بطرق جدا قاسية طرق من جد قاسية ورح تشفق عليهم لدرجة أنه أحد الأشخاص دخل على السيجن لنهكر في لعبة فإيه يلا خلنا نبدأ قبل أن نبدأ بس حاب أعلن عن اسم الفائز بآخر جيفووي على الماذربورد وكان على آخر فيديوهين توب تين والفائز معنا هو حسان ألج أو أظن حسان ألجيريا إن شاء الله ألف مبروك رح توصل معاك قريبا عشان أرسل لك الماذربورد وهذا الفيديو برعاية كورسير وفي جيفووي مقدم منه الجيفووي على السماعة شايفينها قدامكم اللي هي كورسير فيرتووسو رجي بي وارلت هي تقريبا من أفضل السماعات اللي جربتهم من ناحية الكواليتي أو الجودة سواء من جودة التصنيع أو جودة الصوت السماعة بتدعم الصوت المحيطي 7.1 وتردد الصوت من 20 إلى 40 ألف هيرد اللي هو ضعف أي سماعة جيمينج بالسوق وغير كذا أضوية الارجي بي بالسماعة تتغير على حسب موقفك باللعبة وبيجي معها جميع أنواع الكابلز للتوصيل سواء MP3 أو USB أو تقدر توصلها وارلس ويستمر شحنها إلى 20 ساعة غير كذا بيجي معها مايكروفون بدقة صوت جدا عالية وكمان داخل بالكيفووي هالستاند اللي هو كورسير ST100 هالستاند بيجي بمخرجين USB 3.1 جنريشن A تقدر تستعملهم عشان تشبك السماعة أو أي جهاز ثاني وكمان فيها مخرج 3.5 مليميتر واللي راح يعطيك صوت محيطي 7.1 إذا ودك تعرف معلومات أكتر عن السماعة والستاند شايك اللينك الموجود بالوصف وإذا حابت تدخل بفرصة الفوصف فيهم كلا لايك تسويه ادعم فيديو بزراء اللايك اشترك في القناة وترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاه مثل جير سوليد الأولى اللي نزلت على أيام البلاي ستيشن 1 وبهالمهمة بيكون البطل أو الشخصية اللي قاعد تلعب فيها اللي هو سنيك مربوط وقاعد يتعذب من أحد الأشرار وإنت كلاعب كل عليك تسويه إنك تضغط زر الأكس بشكل جدا سريع حتى شخصيتك يقدر يطلع من الجهاز ويهرب وهالنوع من المهمات أو طريقة اللعب كان جدا منتشر من الزمان واللي هو لازم تضغط زر واحد عدة مرات بشكل جدا سريع عشان تفوز بمهمة معينة فمن كثر ما كانت منتشر هالمهمات بالألعاب شركات الألعاب على أيامها كانت تسوي كنترولر أو يد بيخليك تضغش وتعدي هالمهمات اسم اليد أوتوفاير وبيخليك تضغط زر واحد بشكل جدا سريع بشكل أوتوماتيكي فخلاص أي مهمة فيها تضغيط زر بشكل جدا سريع رح تعديها بكل سهولة مع هالكنترولر بس مو في لعبة متل جير قبل لا تبدأ المهمة رح تلاقي الشرير قاعد يطلع على الكاميرا قاعد يطلع عليك أنت اللاعب وعبي يقولك لا تفكر أنك تستعمل كنترولر أوتوفاير وإلا رح أعرف بل شرير حذرك أنت كلاعب إذا ما سمعت كلامه واستعملتها الكنترولر عشان تغش وتخلصها المهمة فرح تشوف أنه ولا الزر قاعد يضغط معاك وشخصيتك قاعد يتعذب وتكهرب مدة دقيقة كاملة وبالأخير رح يموت بالمرتبة التاسعة عنا قلتش قوي وعقاب أقوى بلعبة داوتشار 3 المهم أحد اللاعبين في اللعبة اكتشف قلتش بيعطيه فلوس ودهب لنهائي ونشر هالقلتش على النت وصار كل اللاعبين يسووه القلتش بكل بساطة أنه في قرية فيها كثير أبقار كل عليك تسويه أنك تفوت على القرية تذبح كل هالأبقار وتطلع وترجع تفوت ورح تلاقي الأبقار رجعوا وعاشوا من أول وجديد فترجع تتبحهم وتطلع وترجع تفوت وكذا وكل مرة تتبح فيها الأبقار رح ينزلوا لك لحم وتقدر تروح وتبيعها اللحم وتطلع فلوس فالشركة بس انتبهت لهالقلتش سوت أبديت أو تحديث بسيط للعبة خلت أنه لما تفوت تذبح الأبقار كلها وتطلع وترجع تفوت مرة ثانية عشان تذبحهم رح يطلع لك البقر الشيطاني أنه كل أرواح البقر اللي دبحتها صاروا وحش جدا كبير ووحش جدا صعب ورح يضلوا وراك حتى يكتلك ويروح منك كل اللي جمعتها ولو قدرت أنك تذبح الوحش فرح يطلع لك واحد ثاني على طول ولو قدرت أنك تذبح ثاني رح يطلع لك ثالث ورابع عدد لا نهائي فما في أمل أنك تسوي القليتش وتطلع عايش مع الأشياء اللي جمعتها بالمرتبة الثامنة في لعبة شوتر من شركة EA اسمها Titanfall هاللعبة تحسسك أنك هكر وانت قاعد تلعبها بشكل طبيعي فينك تمشي على الحيطان فينك تنط نطات جدا عالية في بعض الخصائص بتخليك تشوف الأعداء من ورا الجدران عندك سلاح بيأيم على الأعداء لوحدة كل عليك تويه أنك تطخ ورح يذبحهم وفوق كذا كل شوي يجيك روبوت ضخم فينك تدخل فيه وتقاتل الأعداء فاللعبة تخليك جدا خارق بدون ما تتعمل أي هاك بس لا يجوا ناس وهكروا اللعبة والهاك كان عبارة أنك تشوف الأعداء من ورا الحيط يكون عندك أوتو ايم وأشياء اللعبة بتعطيك إياها بشكل مجاني بس طبعا بالهكر بتكون مبالغ فيها ورح تخليك أقوى من باقي اللعبين وبعد عدة أسابيع الشركة نزلت تحديث وبهذا التحديث ما عطت باند أو حظر للغشاشين لا وكل بساطة جمعت كل هالغشاشين وحطتهم بسيرفر واحد فحاليا أي واحد غش أو استعمل هاك ما فيه يلعب إلا مع غشاشين ثانين أو ناس تعملوا هاك مثله والشيء المضحك أنه الاستيديو نزل رسالة مع هالتحديث وكتف فيها نداء إلى جميع الغشاشين لا تخافوا ما رح نعطيكم باند بس رح نجمعكم كلكم سيرفر واحد عشان تلعبوا مع بعض فالشخص اللي اشترى أفضل وأغلى هاكر هو اللي رح يفوز بالتوفيق جميعا فحاليا هالغشاشين ما عنهم خيار غير أنه يعملوا حساب جديد ويبدأوا من الصفر ويلعبوا بدون هاك أبدا بالمرتبة السابعة لعبة Red Dead Redemption الجزء الأول الغني عن التعريف الشركة سمموا نظام اللعبة بشكل أنه يمسك أي واحد قاعد يستعمل هاك ويخربوا عليه اللعبة بالكامل كيف يخربوا عليه اللعبة؟ خلنا أشرح لكم بلعبة Red Dead Redemption الأولى أو الثانية لو ارتكبت أي جريمة أو قتلت أي واحد وأحد الأشخاص شافك وبلغ عليك الشرطة رح يصير شخصيتك مطلوب بالمدينة اللي ارتكبت فيها الجريمة وأول ما تفوت عليها الشرطة رح يلاحقوك ويحاولوا يقتلوك فلو استعملت أي هاك بلعبة Red Dead Redemption رح تصير جميع المدن باللعبة شخصيتك مطلوب فيها حرفيا مجرد ما تفوت أي مدينة الشرطة رح يلاحقوك على طول ويحاولوا يقتلوك طيب ممكن حد مستعمل هاك يخليه ما يموت أبدا فشو رح تفرق معه؟ رح تفرق لون مجرد ما تفوت على مدينة تكون أنت مطلوب فيها ما رح تقدر تسوي فيها أي مهمة وما رح تقدر تمشي بالقصة فأنت حاليا مطلوب بجميع المدن فخلاص ما فينك تسوي أي مهمة باللعبة كلي تقدر تسويه أنك تمشي بالعالم ما فينك تسوي أي مهمة لأنك مطلوب بكل مكان لمحاربة الغشاشين بالمرتبة السادسة أظن كلكم سمعتوا بلعبة الرعب المشهورة سلندرمان يلي أول مرة بيسمع باللعبة فكرتها بكل بساطة أنك أنت شخص عم تمشي بغابة بالليل وما معاك إلا ضو بسيط وفي شخص اسمه سلندرمان عم يحاول يقتلك وأجواء اللعبة جدا مرعبة المهم أحد الأشخاص كان عم يلعب لعبة سلندرمان الجديدة اللي هي سلندر The Arrival وكان قاعد يتمشى بالغابة المظلمة والوضع جدا مخيف لحد ديت ما اكتشف قليتش يخليه يطلع بر الماب طلع على حواف الخريطة وقدر يطلع بر الماب وفعلا بيين أنه طلع بر الماب وراح على مكان كان مفروض ما يروح عليه وقاعد يتمشى على راحته وتوقع أنه خلص فاز باللعبة لأنه هدف اللعبة بكل بساطة أنك تضل عايش وما يمسكك سلندرمان وهذا الشخص طلع بر الماب فخلص ما فيه أمل يجيبه أو هذا اللي يتوقعه وهو قاعد يمشي بر الماب بالغليتش طلعت له رسالة مكتوب فيها Not even a bug in this game will save you from me بالعربي لا تتوقع غليتش أو خطأ في هاللعبة رح يأنقذك مني وبعد هالرسالة على طول طلع سلندرمان بوجهه وقتله وخسر اللعبة موقف جدا مخيف الصراحة تخيل نفسك مكان هالشخص مسوي غليتش ومفكر حالك خلاص رح تفوت باللعبة وصير قدامك نفس اللي صار معاه بالمرتبة الخامسة عنا لعبة لعبة غريبة نوعا ما لعبة ما فيها قتال ما فيها وحوش ما فيها أسلحة كل بساطة فكرة اللعبة أنك أنت موظف بالشركة بسفجأة بتلاقي نفسك لوحدك بالشركة ما في أي حد معاك وبتصير معاك أمور غريبة وفي واحد بيظل يتكلم معاك ويقلك شو تسوي بتواجهك كتير خيارات باللعبة مثل هل تروح من الباب اليمين ولا الباب اليسار هل تسمع كلام الشخص اللي قاعد تكلم معاك ولا لا واللعبة فيها 20 نهاية تقريبا ما في نهاية صحيحة أو نهاية غلط لا كل نهاية بتكون ناتجة عن خياراتك باللعبة طيب ممكن بتقول مين الغبي اللي رح يفكر يغش أو يستعمل هكر بهاللعبة المهم اللعبة مطورة بنفس محرك لعبة كونتر سترايك وهارف لايف 2 وأظن كلكم لعبتوا أو على الأقل سمعتوا بهاللعبتين وللعب كونتر سترايك القديمة أكيد متذكر أنه فينك تفتح صفحة مدات وتكتب أكواد غش فينك تكتب كود اسمه وبس تفعل هالكود رح يسمح لك تستعمل أكواد غش ثانية فبما أنه لعبة بنفس محرك هالألعاب فأحد الأشخاص قدر يفتح صفحة المدات وكتب الكود اللي هو SVC بس النتيجة كانت غير اللي يتوقعها متذكر أنت وصغير بالمدرسة لما تسوي شيء ما هو كويس سواء تغش بامتحان أو ما تسوي الواجب أو تشاغب الأستاذ رح يوديك لغرفة المشرف أو المدير وهنيك رح يعطيك درس تأديبي نفس الشيء باللعبة بس تستعمل كود الغش رح تلاقي نفسك بغرفة كأنها غرفة مشرف أو مدير والشخص اللي قاعد يتكلم معاك رح يعطيك درس تأديبي رح يقلك أنت قاعد تلعب لعبة ما فيها منافسة ما فيها فوز أو خسارة ما فيها موت أو حياة فليش قاعد تحاول تغش بها اللعبة وانت شخص غير مؤدب ومن هالكلام آخر شي بيقلك رح أخليك بها الغرفة عشان تفكر بالغلط اللي سويتها ورح أرجع لك بعد 100 مليار ترليون سنة إيه بالضبط نفس اللي سمعتوه كل هالمدة وخلاص رح أتضل عالق جوه هالغرفة لنهاية اللعبة ما فينك تسوي أي شي ما فينك تكمل اللعبة الحل الوحيد إنك تروح تمسح كل شي لعبته وترجع من الصفر هذا فعليا من أشد العقوبات بهالفيديو تخيل أنت واصل لنهاية اللعبة وفكرت أنك تغش وخلاص ما رح تقدر تسوي أي شي يا أما تستنى 100 مليار ترليون سنة يا أما تمسح اللعبة وتمسح كل شي لعبته وتعيد من البداية بالمرتبة الرابعة عنا لعبة جيلد وورز هاللعبة معروفة إنهم بيتفننوا بمعاقبة الهكرز والغشاشين اللي شاف فيديو عشر لعبين انمسكوا يغشوا وانفضحوا بالألعاب واللي بالمناسبة أعلى فيديو مشاهدة بالقناة ذكرت حادثة للعبة جيلد وورز إنه كان فيه شخص معروف إنه دائما يهكر ويغش باللعبة فالمطورين اتحكموا بشخصيته شلحوا شخصيته عزيروا قدام الناس وبعدين راح وانتحر قدامهم وعطوه باند وصوروا هالكلام كله وحطوه على اليوتيوب إذا ما شفت الفيديو نصيحة روح شوفه راح تلاقيه فوق على اليمين فالمهم جيلد وورز بيحبوا إنهم يتفننوا بمعاقبة الهكرز والغشاشين بس هالمرة كان بدهم يعطوا باند لعدد جدا كبير من الغشاشين والهكرز فاللي عملوه هو كالتالي في منطقة باللعبة دائما كل اللاعبين أو أعداد جدا كبيرة بيكونوا مجتمعين فيها فاللي عملوه قيلد وور إنه أي واحد غشاش راح يطلع وحش من تحت الأرض يذبحها بهالمنطقة قدام الناس كلهم هالمنطقة المفروض ما حد يموت فيها بس لأ عملوها الحركة وقتلوا الغشاش بين كل هالناس عشان يقولوا للناس إنه هذا الشخص غشاش أو قاعد يستعمل هكر وبعد هالموتة جاهم باند نهائي على حسابهم فكان موقف جدا مخجل لأنه هاللاعبين لفلهم جدا عالي عندهم أقوى أسلحة أقوى دروع والناس كلهم فكرينهم ناس لاعبين ومحترفين بالمرتبة الثالثة في ولد عمره 14 سنة اسمه CR أو CR اختصاد لاسمه ما بنعرف اسمه الكامل هالولد كان يصنع هكر بلعبة فورتنايت وكان يعمل فيديوهات على يوتيوب يصوق الهكر تابعه ويبيعه للناس وجاله فوق الـ 14 باند بفورتنايت كل ما يجي لباند يسوي حساب جديد يفعل فيه الهكر ويبيعه للناس فشركة إبك جيمز الشركة المصنعة على فورتنايت قالت خلاص طفح الكيل راحت ورفعت قضية بالمحكمة على الولد اللي عمره 14 سنة هالكلام كلها بعام 2017 فلما رفعوا قضية على الولد المحكمة أو القادي شاف انه ما في أدلة كافية انها الدين الولد فألغى القضية بس شركة إبك جيمز أو فورتنايت قالوا لا وراحوا وصووا طعن بالمحكمة وقدموا أدلة كفاية الدين الولد انه كان يصنع الهاك ويبيعه للناس ويسوقه على اليوتيوب أمه وأبوه للولد راحوا لعند الشركة وقالوا لهم خلاص ولد صغير عمره 14 سنة ما كان قاصد شيلوا القضية وخلاص نوعتكم ما رح يعمل أيهاك بس الشركة قالوا لا ومسررين انهم يرفعوا قضية على الولد ويستمروا فيها للنهاية وظلت مستمرة القضية لعام 2020 يعني ثلاث سنوات الولد بالمحكمة الولد صار عمره 17 سنة ورايح جاي على المحكمة بسبب هالقضية انتهت القضية بعام 2020 بس معرفنا شو الناتج هال إبك جيمز هم اللي فازوا فيها ولا الولد الصغير أمه للولد قالت انه إبك جيمز أو فورتنايت ما لهم قادرين يحموا لعبتهم أو يصنعوا نظام قوي مكافح للغشاشين فاستعملوا ابني ورفعوا عليه قضية عشان يكون عبرة لباقي الناس ويخوفهم من انهم يستعملوا هكر وصراحة اشوف كلام الام صحيح 100% لانه الام والاب حاولوا يتكلموا مع الشركة اكتر من مرة وقالوا لهم انه خلاص منخلي الابن ينزل فيديو على اليوتيوب يعتذر وما يعمل هكر مرة ثانية بس الشركة قالت لا محكمة يعني محكمة فواضح انه الهدف كله انهم يخوفوا باقي اللاعبين من انه يستعملوا هكر بالمرتبة الثانية اللي يلعب على الكونسول البلاي ستيشن او الاكس بوكس رح تعرف التروفيز او الاتشيفمنت بكل بساطة لما تختم لعبة معينة او تسوي تحديات فيها يعطوك جائزة على حسابك الاصلي مو حسابك جوى اللعبة لا حسابك على الجهاز سواء كؤوس او تروفيز على البلاي ستيشن او اتشيفمنت على اكس بوكس فالشبكة اكس بوكس لايب ما عطتهم باند لا كل اللي عنوته بكل بساطة انها صفرت الاتشيفمنت او الكؤوس اللي مجمعينها فحاليا كل اللي طلعو حتى اللي طلعو من تعبهم بدون الهاك صار صفر وحطت بجانب اسم حسابهم كلمة شيتر او غشاش وتذكروا هذا حساب بالاكس بوكس اللي رح يلعب عليه كل العابه مو لعبة واحدة وخلاص مو كم حد يقول طب خلاص بكل بساطة يسويوا حساب جديد وانتهى الامر الحساب الجديد بالاكس بوكس جدا شي صعب لانه اولا الحساب لازم تدفع عليه عشان تلعب اونلاين غير كذا تكون شاري العاب على حسابك مفلق تلعبها بحساب ثاني ولازم ترجع اضيف اصدقائك من الاول فيعني شي صعب ماهو سهل فمعظمهم رضوا بالامر الواقع وكملوا بحسابهم مع انه كلمة شيتر او غشاش موجودة جنب اسم ايديهم بالضبط بالمرتبة الاولى شركة باب جي بعام 2017 اكتشفت انه فوق 70% من الهاكرز او الاشخاص اللي بيصنعوا وبيبيعوا الهاك موجودين بالصين فاللي عملوه شركة باب جي هو انهم اتعاونوا مع الشرطة او السلطات بالصين وقلقوا القبض على 141 شخص بيصنع وبيبيع الهاك قسم منهم تم تغريمهم بمبلغ بيوصل الى 5 مليون ين او 700 الف دولار امريكي والقسم الثاني تم الحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين متخيلين اشخاص عاب يلعبوا باب جي وخطر عبالهم انهم يعملوا هاك باللعبة ويبيعوا للناس حاليا صاروا بالسجن فاييه شباب هالفيديو لليوم اتمنى اكون اعجبكم اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطو الفيديو زر اللايك وشكونا بالتعليقات شو اقصى عقاب شفتوا بهالفيديو وبس كان معكم شاركي يال شاركي كيش كم ديهاد تاني ان شاء الله مع السلام شكرا للمشاهدة